السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم الخميس 26 جمد الأولى على 443 هجرية الموافق ل 30 شهر 12 دجمبر 2021 ميلادية في هذا الفيديو هذا سنضروع للتعديلات جديدة في قانون الشغل الإسباني التي ستطبق في عام 2022 يعني العام الجديد وقال من بدا الفيديو نطلب منكم اللايك والبرتاج لكي تعمل الفائدة فيما يخص هذا الموضوع العمال وعقود العمال بطبيعة الحال لكي يهم الجاليات الجميع الجاليات المقيمة في إسبانيا وعلى بركة الله نبدأ أول حاجة هالتعديلات جات يعني من إسرار وطالب ملح ديال الاتحاد الأوروبي الإسباني لأنه هناك مساعدات مالية كبيرة من بروكسل الإسبانيا وهذه المساعدات تقريبا جابت واحد المدة دي العشر شهور وهي موقفة يعني يعطوهم شي باركة وبقاد شي باركة قالوا لهم هتتعملوها هذه الإصلاحات ولا واحد المجموعة عمل الإصلاحات مش يعني إصلاحات في العمل كذلك طلبوهم بإصلاحات في مجال ديال القضاء وكذلك تكوينوا بطبيعة الحل العامل وبالتالي فالحكومة الإسبانية وكذلك أصحاب الشركات يعني الباترونان الناس اللي عندهم البيزنس ديالهم رغم أنهم يكونوا من الناس اللي ما كتوافقش على إصلاحات الصالح العمل إلا أنها اضطرت أنهم يعني يتفهموا ويجبروا يتوصلوا الحل باش بطبيعة الحل بججبهم يستفدوا كذلك من هذه المساعدات المالية لغادي تعطيهم الاتحاد الأوروبي فندوزوا الآن العقود للعمل الجديدة أو للتغييرات الجديدة فقبل كانت هناك في إسبانيا العديد من عقود العمل بطبيعة الحال كانت كلها تصب في اتجاه ديال صاحب العمل أو الشركات الكبرى وكتجبر الناس يعني كين عندهم كيبقوا في الكنتراتة مؤقتة في العقد العمل مؤقت لمدة سنوات يعني كينترات سنوات ويمكنهم يضيفوا عليها أكتر ولكن يعني الواحد كيبقى خدمتزاف وفي الأخر من لي كيخرج من الخدمة ولا كيجري عليه ولا شي حاجة كيجبر بأن يعني آخر عقد العمل كان عنده وكان عقد عمل مؤقت وبالتالي هذا كيسهل على صاحب العمل قانونيا أنه يجري عليه وبل أكثر من ذلك أنه حتى العامل الملكي يخرج ستتعويضات كتكون قليلة جدا هذا إلا ما قلناش بأنها ما كتكونش عندما في التعديلات الجديدة يعني تقلصت أنواع عقد العمل بقات غير العقد الرسمي يعني عقد عمل موسمي ولا خدماتي وعقد عمل رسمي متقطع أولا رسمي غير مستمر هاد عقد العمل الرسمي بطبيعة الحال ولا الانديفينيدو كيعرفوا كل شي هو عقد العمل اللي يعني رب العمل كي أولا الشركة يعني كتتعاقد معك بشكل دائم أنك يعني كتدخل من ذلك الشركة وكتبقى خدام كيجربوك كيشوفوك ومن بعد من اللي كيبغيوك تبقى معهم دائما فكيعملوا معاقدك عقد عمل دائم أولا مستمر دائم سواء كنت يدوستيد كما قلنا معهم داك جريبة وشافوا بأنك ركس على الحلوم أولا في المقابلة دي العمل كيجبروك بأنك رك يعني محنك وعندك جريبة في داك المجال هادك وبتاعفة كيبغيو يجبروك وسبقى معهم دائما عقد العمل الموسمي ولا الخدماتي هو عقد العمل اللي كيكون يعني موسمي بحال مثلا في الصيف مثلا الريشتوران كل ما هو عنده علاقة بالسياحة الريشتورات المطارات مثلا الأوطيلات كتزاد عندهم الخدمة فبالتالي كيزادوا يطلبوا يزيدوا يطلبوا الناس باش يعني يزيد لأنه باش يوافقوا للكليان يعني يقبلوا الكليان يعني يقدروا يتماسهم على الكليان اللي عندهم فاخصهم الخدماء أكتر كما قلنا في العمل الموسمي يكيين التوريزم يعني السياحة وكذلك الفلاحة لأن الفلاحة كيين بعض أنواع الفلاحة بطبيعة الحال ما كتكونش العام كامل كتكون موسمي بحال مثلا الموسم ديال الزرع اللي يعني يزرعوه الموسم ديال الجني مثلا بحال هذيك الفارع اللي يجيبوا العمل الموسمية من المغرب ويقص على ذلك بالنسبة لعامل عقدر عمل رسمي متقطع ولا غير مستمر هذا هو اللي لربما يعطي واحد نوع من طمأنين للعمل هو رسمي متقطع ما معنى ذلك يعني أنت دائما كتخدم في اللوطيلات مثلا كيعيطولك في الصيف كيعيطولك من شهر خمسة حتى شهر تسعود ولا شهر عشرة هذا كيتم مع عمل رسمي ولكنه متقطع لأنك يعني أنت قد يتخدم معي في الساعة اللي يكون عندهم البيكو ديماندا يعني أنت قد تخدم معهم غير في ذلك المدة ولكن على الأقل قد تكون عارف رأسك بأن بلاستكرا هي تمك يعني ما غاد يجيش لشهر خمسة للعمل فتعادي يعيط لك انت واللول حتى يشوف واش أنت لقيتي شي خدمة أخرى ولا لا أو لا ما بغيش تخدم معي ذلك الساعة يقدر يعيط نحد داخل ولكن ذلك النوع دير العقد كي جبره ويعني مو جبر ذلك لصاحب الأوطي المثال أنه يقول لي يعيط لك انت هذا فيما يخص عقد العمل الرسمي الجديد اللي ما غاد يش يبقى على حساب ذلك شي اللي يقين ومبعد نشوفوها شهر شفري ولا لا هو ذلك التلاعب اللي كيكون في العقود العمل المؤقتة كيين التغييرات اللي كبيرة هي في ذلك عقود العمل المؤقتة فقبل ولا ربما بقينا تخدمين في الشكل هذا فانت قد دخول تخدم كي يعمل معك الكنتراتة مثلا ديال شهر يشوفوك كيفاش كتخدم كتال الكنتراتة ديال شهر كي يعمل معك ديال شهور كي يتبروك مزيان كي يعمل معك ديال شهور يعني وهكذا دولي حتى كي يدوز مثلا عام عام ونص كي يقول لك دا ربما بقاتش الخدمة انت ضربت عام ونص يعني مشيرك ما صالح لا ربما بقاتش الخدمة دا فبالتالي غادي هدا حتى نحتاجوك ورجعك هما غير كي يكمل دا البريود ديال الخدمة اللي يخصي تكون برا كتدوز عما خدمش كي يقول لي وعي طول لك نفس الشركة تعمل نفس الخدمة وهكذا دا ولي فمثال ان بديت نخدم في 2014 حتى 2016 2018 2018 عاد عملو لي كونترا يعني يعني فيخو يعني رسمي بنفس شكل نخدم هنا مثلا عام وده عام عندي فيه 3 بعد يال كونترا كدوز عام كي يجبرو راسهم وانطرين انهم يخرجون من الخدمة لانه ما عندهم قانونيا ممكن لهم يقومون رسمي اذا يزعام يرجعون رسمي او لا يجرعوا فبالتالي يقول يمشي يزعام يقول اخنا نخلي الوقت في بلصة تراباخو انت معانا يزعام وانطرين يطلق هكذا ولي مهم 2014 2018 دا بقل لك هذه القضية المؤقت التمبورال ما يجب هذا اول فأصحاب الشركة يشوفوا الحجم الشركة ويشوفوا العمال المحتاج لهم وكامل يكونوا عمال يعني عندهم الرسمية عندهم عقد عمل رسمي نهائي فوق الشي يقدر يجيب الشي واحد الحالة اللي يقدر يجيب فيها يعني يخدم شي حد غير مؤقت هي بحل مثلا الوقع شي حادث الشي خدم في ذاك الشركة الى شي خدم مثلا عمال عمل 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 حاجة ويعني عنده ملاضي ولا بخ لار قد يبق ما خدم واحد 6 شهر إبرا الى شي سيد مثلا ولدات كذلك عندها تهيب خذية المطل يعني الأسباب اللي هي يعني دقيقة ومبررة جدا عادك يقدر يعني في شركة يجيب شي حد أنه يعني يكون عنده فقط ذاك العمل يكون غير مؤقت يعني غير مؤقت مثلا تزادز عليها الخدمة مثلا اللي باين واضح ودي السياحة مثلا طيران كذلك في المطارات زادت عدد الرحالة يعني أكثر من ذاك الشي اللي كانوا متوقعين ولا الفلاحة مثلا كذلك فمثلا جلت الفلاحة أكثر من ذاك الشي اللي كانوا متوقعين ويحتاجوا خدمة أكثر مهم هنا يبقى شي شوية يخليوا كذلك أصحاب الشركات يعني فين يلعبوا شوية ولا نقولوا مثلا شي معمل عنده الخدمة يعني واحد السعاجات وشي طلبية كثيرة يعني المدة شهر وللشهر عنده واحد طلبية كثيرة وخصو يلبيها فبالتالي يقدر كذلك يعمل مؤقتة لواحد العدد من العمر غير باش يلبي هذيك طلب هذي اللي عنده في الساعة هذي غادي تقول لي شنو هو الفرق يد الكون مؤقتة وفي خود يعني عمل رسمي متقطع ولا غير مستمر ومؤقت فهما حدو بالمدة العمل عقد عبها رسمي متقطع ولا غير مستمر فالمثال المطارات مثلا نحن في الصيف مثلا كل حركة بزاف كل طائرات بزاف كل مسافرين بزاف فبالتالي غادي نحتاجو العمال عارفين شحل مثلا كددنا الخدمة عنا البروغرام ديال الرحلات عنا كل شي عارفين شحل عددنا الخدمة إذن فهذا السيد اللي عادي نعيد ويخدم في الصيف عادي يخدم معنا يعني عادي 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 عامل رسمي متقطع يعني عادي 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 وعادي وعادي يتسمى يجيك بحل أو أنا أو خمس شهور طبيعة الحال ففي الصيف مثلا يبدأ الخدمة يبدأ في المطارات مثلا يدخلو في شهر خمسة ستة سبعة ثمانيات سعود يقدر يخرج سال عاشرة مهم خمس شهور يعني المينمو خمس شهور أنه يعني يكون العقد العمل رسمي متقطع يعني العمل المسجير رجوع كذلك عادي نفس الأشخاص اللي يخدمون معهم السنة السابقة والفرق بين هذا العقد عمل متقطع وعقد عمل مؤقت هو أنه يكون غير ثلث شهور يعني عقد عمل مؤقت يكون غير ثلث شهور يعني شي واحد عنده سيدة ولدات ولا شي حاجة فبالتالي ولا شي أكثر ينتظر لشي حديث في العمل اللي يحفظ فعقد العمل المؤقت يكون في غير ثلث شهور يعني ملا يكون عارف رسول مؤقت غير ثلث شهور ويكون عارف رسول ما غاد يرجع مثلا مرة آخر ولكن عقد عمل رسمي متقطع فكي عارف رسول يخدم بالقليلة خمس شهور والعمل اللي مجي كذلك غاد يخدم خمس شهور آخر هذا هو الفرق بين عقد العمل الجديدة النقطة أخرى كذلك اللي هي في صالح العمال هو أن الشركة ده يعني ما تبقاش تجري و تجري على الناس يعني إذا شفز عند الخسائر أو إذا بغوا أصحاب الشركة أصحاب الأسهم بحل العمال يعني كيدخل في الأربح ما كيبقاش يدخل في المخاصر نقول ولا يعني كيبقى لهم ربح ألو باش يزولوا داك المشكلة داك داك الطرد داك العمال غير مبرر ف والتي يعني الشركة خصصة تجري على العامل هو في حالة إذا ما كان عندها واحد طلب على المنتوج ديالها في داك المدة في داك المدة اللي غادي تجري على الخدم ويعني مشي غير هي بوحدة لا السكتور كامل نقول مثلا شي حد تخدم في المطار فإذا كان غادي يجري الشركة اللي خدم في المطار لا شركة الطيران ولا المناوة ولا الخدم الأرضية ولا النظافة مثلا الطائرات وما إلى ذلك فما تقدر تجري على الناس إلا إذا وقفت المجال للطيران ولا وقعت شي حاجة كبيرة الطائرة لا يطير ولا المطار مسدود فبالتالي لا كان الإنتاج ولكن في المجال كامل لا يعني في شركة الطيران أو شركة وحدة في المطار لا المجال كامل تأثر فبالتالي الساعة ما تكون قادرة أنها تونطر بالخسائر وكتخلص الخدمة وميلا ما كان الخدمة كذلك يعني حتى في هذه الحالة من اللي كيخرج العامل فما كيمشيش للبارو ولا ما كيمشيش يعني كيبقى بر الخدمة وإنما كيكون في يعني كيكون كيتخلص مع الدولة على بعد ما الشركة رجعت للخدمة ديالها ورجع لأكتيفيت كما كانت رجع للنشاط ديالها كما كان عاد كيرجع كذلك نفس البوست اللي كان خدم فيه ومع نفس الشركة اللي كان فيها هذا هو الحالة اللي تقدر مثلا الشركة تجري فيها على الخدم والعامل أو الحالة الثانية بطبيعة الحال يلي عملت فيت يعني الشركة صاف ما بقدش خدمة قاع طبيعة الحال من البديه أنه غادي يخرج يعني نقول من الخدمة بحل الشركة على حساب المدل اللي كان خدم فيها مع الشركة المهم ده بقدرنا على التغييرات على حساب ما فهمت نا في قانون الشغل ولكن القادم من الأيام غادي بورينا واشهة الشهادة غادي يتطبق لله كما دائما فالشركات يعني دائما كتجبر تغارات باش يعني العامل يكون أقل فمن غلوش بطريقة مباشرة كتبغي تعدى للعامل ولكن طبعا الحال كتبغي الأرباح وكتفكر في الأرباح أكثر من العامل لربما في الأيام المقبلة عادي تورينا هاد العقود لعامل ولا هاد تغير جديد واش ناجح ولا ما ناجح مثلا القادية ديال أن الواحد يكون عنده مثلا شيها في الخدمة ويجيب واحد تلت شهور ولادك سيد زاد طول شنو غد يعملو غد يزيدو معها ثلث شهور أخرى ولادك سيد زاد طول ولادك سيد مثلا اللي ولدت بغد تبقى كتر وقت مع ولده ولا مع بنت شنو غد يزيدو غد يزيد ثلث شهور أخرى غد يتبدل عقد العامل من من مؤقت إلى عقد عامل رسمي المهم قادم الأيام غد يقول نوشهة الشهادة غد يتطبق بالفعل ولكن ما دائما عادي تكون هناك تغارات والشركة دائما يعني عادي تبقى ربحة العامل كما هو الحال الآن في إسبانيا ولاربما في باقي العالم بطبيعة الحال أحترنا هنا نكون صلاة الأخر دي الفيديو لي شكرا بزاف لحسن المتابعة كما دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته